ثلاثة ملايين دينار عراقي هو رسم أو ضريبة سنوية لتجديد إجازة مكتب مروري مبلغ دفع عشرات المواطنين من أصحاب مكاتب العقود المرورية ممثلين عن 1200 مكتب من مختلف المحافظات للتظاهر أمام مديرية المرور العامة مطالبين بتخفيض هذا المبلغ أو إلغائه إضافة إلى وجود شركات أهلية متعاقدة مع الدولة ترفع سعر دفتر العقود إلى 750 ألف دينار عراقية بعد أن كان أقل من هذا المبلغ حسب قولهم نحن نطالب بإلغاء الرسوم كافة لأنه ندفع ضرائب وندفع الرسوم للدولة فلا يدعي هذه الرسوم رفعه من 25 إلى 625 متشات بالمرور من 25 إلى 625 بعدين طوها للشركات صاد 760 750 وضعفوا عشرة عليها ندفع للمرور سواها مليون كانت ماكو بعدين اليوم هالأيام هاي القليلة سواها ثلاث ملايين عمليات بغداد تقبل على هذا الشي زين مديرية المرور العامة تأخذ من عندنا ثلاث ملايين على شنو إحنا ده ندفع ضريبة دخل ومهنة شركة تتعاقد ويد داخلية بخطاب ضمان مزور إذا الداخلية تنباك إذا الناس البقية ما يساوه لها استجابة سريعة من مديرية المرور العامة تمثلت بعقد اجتماع آني مع منسقية تظاهرة وسماع مطالبهم إضافة إلى رفعها لمدير المرور ورد فوري بتشكيل لجنة مطلع الأسبوع المقبل لتعديل القرارات التي تنطوي تحت صلاحياتهم ورفع باقي المطالب إلى وزارة الداخلية لعمل ما يمكن لخدمة المواطن بالنسبة للأجور اللي ضاعفت عليهم الآن الوزارة استجابت لطلبات المواطنين أيضا فيما يخص أجور الخدمة الجديدة وشكلت لجنة عليا يوم اللي حد نحسر اللقاء اللي عادت النظر بهذه الأجور لا صلاحية لمدير المرور العامة في تغيير الشركات لأن هذا مو موضوع اقتصاص وين الشركات تتعاقدها مع مدير المرور العامة هتعاقدها مع صندوق شهدها شرطة وهم يمولون المطابع الدفاتر الجليد يمولوها وهذا الشيء حقيقة خارج إرادتنا نحن كمديرية المرور العامة مكاتب غير مجازة تبيع العقود بأسعار أقل من المجازة ومشاكل أخرى تواجهها مديرية المرورة وآراء بإلغاء شرط العقد المرورية لتجنب كل هذا لكن ما يقف بوجهها الوضع الأمني إضافة إلى أرزاق أصحاب المكاتب شركات أهلية ورسوم تعجيزية تفرض على أصحاب العقود المرورية ومديرية المرور ترد بالاستجابة لمطالبهم بعقد اجتماع في الأسبوع المقبل من بغداد علي مروان قناة الرشيد الفضائية